اسم الدرس المفاصل الوحدة جسم الإنسان الموضوع المفاصل الهدف أتعرف حركة المفاصل أتنبه وأبحث أنجز حركات مختلفة جلوس قيام انحناء ثني الركبة ثني المرفق وأحدد المفصل الذي أتاح ذلك في كل مرة الإجابة المفاصل التي أتاحت لي القيام بجميع هذه الحركات هي مفصل المرفق مفصل الركبة مفاصل الأصابع مفاصل الكتف مفاصل الرقبة أفكر هذه الحالات التي مر بها جسم فراس أثناء الجري ما الذي ساعد جسم فراس على أخذ هذه الأشكال المختلفة؟ أعبر أحدد ما الذي ساعد جسم فراس على اتخاذ تلك الوضعيات المختلفة؟ الإجابة ما ساعد جسم فراس على اتخاذ تلك الوضعيات المختلفة هو وجود مفاصل تسهل عملية الحركة وتربط بين جميع أجزاء هيكله العظمي أجرب وأتثبت أجري مسافة قصيرة ثم أعين المفاصل التي سمحت بالحركة أثناء الجري الإجابة المفاصل التي سمحت بالحركة أثناء الجري هي مفصل الركبة مفصل الورك مفصل القدم باء أثبت ركبتي وأحاول المشي ماذا ألاحظ؟ الإجابة نلاحظ عدم القدرة على المشي وذلك لأن مفصل الركبة غير قادر على أداء وظيفته نتيجة لتثبيته بعظم الصاق والفخذ أستنتج يتمكن جسم الإنسان من القيام بحركات مختلفة بفضل ما لديه من المفاصل أنواع ثلاثة مفاصل متحركة كا و مفاصل نصف متحركة كا و مفاصل ثابتة كا الإجابة يتمكن جسم الإنسان من القيام بحركات مختلفة بفضل ما لديه من مفاصل المفاصل أنواع ثلاثة مفاصل متحركة كمفاصل الرقبة والكتف مفاصل نصف متحركة كالفقرات و مفاصل الفك السفلي مفاصل ثابتة كمفاصل الجمجمة النشاط الثاني أحاول تعريت عظام فخذ دجاجة أو أرنب طازج مع المحافظة على سلامة المفصل أنجز رسماً للمفصل وأصف هذه العملية الإجابة نلاحظ أن مفصل الفخذ متكون من عظمين منفصلين تثبت هما أربطة ليفية استنتج يتكون المفصل من عظمين تثبت هما الإجابة يتكون المفصل من عظمين تثبت هما أربطة ليفية النشاط الثالث أقطع الأربطة التي تشد المفصل وأتأمل رأسي العظم ماذا ألاحظ الإجابة يغطي رؤوس العظام كشرة ملساء وبيضاء تسمى غزروف وبينهما سائل مفصلي يسهل الحركة استنتج أقرأ الاستنتاج التالي وأعود الأرقام على الرسم بالأسماء يتكون المفصل من عظمين تشدهما أربطة ليفية يغطي رأسيهما غزروف وبينهما سائل مفصلي لتيسير الحركة الإجابة عظم عظم سائل مفصلي غزروف أطبق النشاط الأول أبين نوع كل مفصل ثابت متحرك نصف متحرك الإجابة المفصل الأول متحرك المفصل الثاني ثابت المفصل الثالث نصف متحرك النشاط الثاني هذه صورة حيوان يجري أتأملها وأكمل بذكر أسماء المفاصل المشار إليها بالأرقام وأنواعها الإجابة أولاً مفاصل الوجه ثابت ثانياً مفاصل العمود الفقري نصف متحرك ثالثاً مفصل الركبة متحرك رابعاً مفصل الفخذ متحرك أقيم مكتسباتي يحس جد فراس بآلام كبيرة كلما تحرك بعد فحصه بالأشعة أعلمه الطبيب أن الآلام ناتجة عن بعض مفاصل جسمه ما هي الأسباب الممكنة لهذه الآلام؟ الإجابة من أسباب آلام المفاصل نتيجة جهد جسدي إصابة الغذاريف وضعف المفاصل أثري معلوماتي أكون ملفاً حول الأمراض التي يمكن أن تصيب بعض مفاصل جسم الإنسان ماذا تعرف عن أسباب آلام الظهر؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر